تاني ممكن ألزل ألعب التسعين ديئة أمباروح مكنتش كويس بس برضو يا جماعة هي الكرة مش تسعين ديئة بس هي الكرة في القرارات اللي بتتاخد أحيانا ومواقف كثير جدا الناس بتبقى عارفة الأحداث اللي بتحصل برا الملعب والقرارات اللي بتتاخد من الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه اللوايح بتبقى مسؤولة مسؤولية كبيرة جدا عن النتائج اللي بتحصل في المتشاط وكلنا عارفين التاريخ حصل إيه في المباراة الإفريقية سواء سابقا أو حاليا أو حتى هيحصل في اللي جاي فديك الجزئية برضو مهمة جدا عشان أوضح إن حتى التناول الإعلامي في الردود على محل المصري أو على كابتن النادي الأهلي أو على حتى إعلام الأهلي كلام كله مش منطقي والناس بتزعل إن احنا بنتكلم في صلب القضية فيقول لك ملعب ديمقراطي يا عم ملعب ديمقراطي إيه؟ ده الليحة بتقول لك ملعب محايد تقول لنا خطب الديمقراطية أي ديمقراطية تخالف الليحة الليحة لو فيها نص واضح وإنت بتقول لك خطب الديمقراطية فلتذهب الديمقراطية إلى الجحيم لأن انت هنا بتخالف الليحة إنت عندك الليحة لازم تلتزم بيها وهل منطقي اتحاد لعبة بينظم بطولة يجي ياخد قرار يوم 9.05 والفاينل يوم 30.05 مش قصتي مين أقدم؟ أنا مش عايز أنظم النهائي بس أنت الفيرت بتاعك لما تاخد قرار زي ده لازم تاخده مبكرا اد البطولة يا سيدي المغرب في تونس في الجزائر في جنوب أفريقيا برحتك بس القرار اللي ما يتاخد يبقى في توقيت قانوني سليم أنت بستف ورقك وعمل ورق سليم بس كإدارة كاحتراف انت زيروا لأن ما فيش لجان بالمناسبة الناس طرع تقول لي فيه لجان وفيه لجنة مسابقات وفيه أعضاء في اللجان ملف اللجان ده لو تفتح فيه ناس هتتصدم بالموعيد اللي تكتبت في مسألة فتح الترشيح للجان وهل الأسماء اتبعت في الديد لاين السليم ولا لا وهل اللجان لما تشكلت اجتمعت ولا لا وهل اللجان ده ورق محطوط بس كده ولا مين اللي بيدير ملف اللجان ده ملف اللجان الاتحاد الافريقي فيه كلام كبير جدا ما حدش يجي يقول له أصلي فيه لجنة مسابقات أصلي فيه لجنة ترخيص لا القصة مش قصة لجان أخي